أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على استمرار جهود مختلف جهات الدولة المعنية لدفع ملف الاستثمار ولتوفير المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لمختلف القطاعات التي تمثل أولوية دعما للاقتصاد المصري جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبا لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة تناول اللقاء استعراض الجهود المبدولة من جانب الهيئة في إطار خطة الدولة لإتاحة مناخ جاذب للاستثمارات وتنفيذ لتوجهات مستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي والخاصة بأهمية التعامل مع أي معوقات أو تحديات من الممكن أن تواجه المستثمرين إلى جانب الترويج والتسويق لمختلف الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض مصر في مختلف المجالات ترجمة نانسي قنقر